الحمد لله رب العالمين فيه هداية للخلق وفيه قوام لحياتهم وفيه سعادة الدنيا والآخرة وبعد ففي لقاءاتنا في العام الماضي كان من أواخر ما تم تفسيره من كتاب الله سورة الحج واليوم بإذن الله عز وجل نبتدئ بسورة الأنبياء وهذه السورة سورة عظيمة تحدث الله جل وعلا فيها عن إرادة الأنبياء للآخرة دون الدنيا وعن دعوات الأنبياء التي دعوا بها رب العزة والجلال وعن انتصار الأنبياء بعد دعاء الله جل وعلا فهذه السورة ستحدث عن الدعوات الصادرة من أنبياء الله التي أعقبها نصر من عند الله جل وعلا لهم وتفريج مما هم فيه فهذا هو ميوضوع هذه السورة العظيمة وهذه السورة ابتداها الله جل وعلا بقوله اقترب للناس حسابهم وكلمة الناس هنا يمكن أن يراد بها الجميع بحيث يكون المراد حساب يوم القيامة ويمكن أن يراد بها الأفراد أي اقترب لكل واحد من الناس حسابه بورود الموت عليه فإن الإنسان كلما أمضى لحظة من حياته اقترب من آخرته وبالتالي اقترب من الحساب وإذا نظرنا لهذه الآية نجد فيها براعة في الاستهلال لأنها تجر الأذهان جرى إلى استماع آيات كتاب الله عز وجل انظر لما ورد عليك قوله تعالى اقترب للناس حسابهم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة فدل هذا على أن الإنسان ينبغي به أن يلتفت لآخرته التي فيها الحساب ففي هذا إشارة إلى أن العقل يلتفتون إلى آخرتهم التي سينتقلون إليها وسيحاسبون فيها وهم أي هؤلاء الناس في مجملهم في غفلة أي أنهم ساهون لاهون عن الاستعداد لذلك الحساب معرضون أي أنهم قد تركوا أمر الآخرة وأقبلوا على أمر الدنيا فشغلتهم عن آخرتهم فكان هذا من أسباب خسارتهم في آخرتهم ثم بيّن جل وعلا السبب الذي أصبحوا به غافلين معرضين عن الحق فقال ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون أي أن ما يرد إليهم من أنواع الذكر الذي أرسله الله جل وعلا مع أنبيائه وأنزله في كتبه ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث أي أنه ذكر جديد يتناسب مع أحوالهم ويحكم به على أفعالهم إلا استمعوه وهم يلعبون أي لم يلقوا له بالا ولم يلتفتوا إلى ما فيه من أنواع التذكير وقوله من ذكر لأن هذا الكتاب العظيم من تمسك به كان له الذكر الفاضل الحسن عند الخلق ثم قال ما يأتيهم من ذكر من ربهم تذكير بأن الله جل وعلا هو المنعم المتفضل على الناس فهو الذي ربهم بأنواع النعم إلا أنهم لم يقابلوا ذلكم الذكر بالاستماع والتفكر وإنما استمعوه سماع من يلعب وبالتالي لم يتفكروا فيه ولم يتأملوا في معانيه ولذا قال عنهم لاهية قلوبهم أي أن مقاصدهم ونياتهم لم تكن على مواطن ما ينفعهم ولذا كانت قلوبهم لاهية أي اشتغلت بأمور الدنيا ونست الآخرة ما هي حالهم يجتمعون اجتماعات سرية ليتآمروا على دعوة الحق فيصفوها بالأوصاف البغيظة من أجل أن ينفروا الناس منها ولذا قال وأسروا النجوة أسروا أي أنهم لم يظهروه ولم يعلنوه والنجوة هي الأحاديث السرية التي يتآمرون فيها على الإسلام وأهل الإسلام لماذا كان ذلك منهم لأنهم أهل ظلم ظلموا أنفسهم بإعراضهم عن دعوة الحق وعدم الاستجابة لها يقول قائلهم هل هذا إلا بشر مثلكم أي أنهم اعترضوا على الأنبياء بكونهم يماثلون المدعوين في البشرية فكأنهم قالوا كيف تريدون العلو علينا في الدنيا بدعوة النبوة فكانت أغراضهم وأهدافهم دنيوية إذ كيف يكون من ماثلهم أعلى درجة منهم مع أنه يماثلهم في الأبدان وهذه الدعوة ليست دعوة جديدة بل قد وجهت إلى أنبياء الله عليهم السلام قبل محمد صلى الله عليه وسلم فقد قال أقوامهم بأنكم بشر مثلنا فكيف تدعون النبوة التي تتفضلون بها علينا في الدنيا ولذا وصفوا دعوة الحق بعدد من الأوصاف يضطربون فيها فمرة يصفون هذه الدعوة وهذا الذكر بالسحر لأنهم رأوا أن هذا الدين إذا اهتدى أصحابه نافرهم قرابتهم من المشركين فقالوا بأنه يفرق بين المرء وزوجه وبين الرجل وولده ولذا قالوا هو السحر فنظروا إلى الصورة الظاهرة فحكموا بها وهذا من فساد أقيستهم فإنهم في الحال الأول قالوا بأنه بشر له بدن مثل أبدان البشر فكيف يكون نبيا فالتفتوا إلى الشكليات ولم ينظروا إلى الحقائق وهي أن النبوة تكون بوحي من عند الله جل وعلا قال أفتأتون السحرة وأنتم تبصرون أي تطلعون على حقائق هذه الأمور ومن أهل العلم من قال بأن هذا الخطاب موجه لأصحاب الإعراض عن دعوة الحق يقال لهم أنتم على طريقتكم هذا بإعراضكم عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تكونون بمثابة من يأتي السحر مع أنه يعلم حقيقة الأمر فإن هؤلاء القوم عندهم من البراهين ولا دلة ما يدلهم على صدق محمد صلى الله عليه وسلم في رسالته وإنما أعرضوا عنه وعن الاستجابة له حسدا له ونفرة وتكبرا إذ كيف يكون مماثلا لنا في بدنه ثم بعد ذلك يدعي أنه من أحدهم وأنبياء الله عليهم السلام فرد الله جل وعلا عليهم بمقالة يقولها نبي الله ويقولها أتبع هذا النبي ربي يعلم القول في السماء والأرض أي أن أحاديثكم ونجواكم وأسراركم واجتماعاتكم يعلمها الله جل وعلا فلا يخفى عليه شيء من شبهاتكم التي تلقونها وهذا تهديد لهؤلاء الأقوام وفيه معنى آخر ألا وهو أن هذه المقالات الفاسدة التي أطلقها أهل الكفر يعلمها الله جل وعلا وبالتالي سيجازيكم عليها ولذا قال وهو السميع العليم أن يسمعوا أقوالكم ومقالاتكم ولا يخفى عليه شيء من أحوالكم واجتماعاتكم ثم عرض لنماذج أخرى من نماذج دعواهم الكاذبة حول دعوة الحق ودعوة الإسلام فقال بل أي أنهم يعرضون عن أكاذيبهم الأولى ويتقلبون من كذبة إلى كذبة ولا يستقرون على مقالة واحدة وذلك لأنهم علموا أن المقالة الأولى بالدعاء أن ما جاء به هذا النبي سحر أنها مقالة كاذبة غير مقبولة ولذا حاولوا أن يموهوا على الناس بفرية أخرى فقالوا بأن ما يأتي به هذا النبي أضغاث أحلام أي لا حقيقة لها وإنما هي تخيلات تأتي في نفس دعاة هذا الدين ثم جاءوا بمقالة ثالثة أضربوا بها على المقالات السابقة وألغوا ما كانوا يقولونه فقالوا بل افتراه أي كذب محمد هذا الكذب وأتى به من عند نفسه ونسبه إلى الله جل وعلا ولكنهم لم يستكروا على هذه المقالة الباطلة فقالوا بمقالة أخرى كما قال بل هو شاعر أي أضربوا وأعرضوا عن مقالتهم السابقة تجاه نبينا صلى الله عليه وسلم وحينئذ وصفوه بأنه شاعر وهم أول من يعلم بأن هذه الطريقة ليست طريقة الشعراء وأن هذا الكتاب ليس من الشعر في شيء ولذا ما كان منهم إلا أن حاولوا أن يعجزوا أن يعجزوا النبي بالمطالبة بالآيات وحاولوا أن يعرضوا بالناس ويصدهم عن دعوته بزعم أنه لم يأتي بعلامة وآية بينة كما أرسل الأولون فموسى عليه السلام جاء بآية العصاء التي انقلبت حية وجاء بآية اليد التي انقلبت بيضاء من غير السوء وصالح أتى بآية الناقة إلى غير ذلك من الآيات التي جاء بها الأنبياء السابقون وما علم هؤلاء أن عدم الإجابة لمطلبهم بإيجاد آية من صالحهم فإن الآيات قد وردت على أقوى من سابقة لكنهم لم يؤمنوا مع وجود هذه الآيات العظيمة فكان ذلك سبباً من أسباب سرعة نزول العقاب عليهم ولذا قال ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أي أننا قد أرسلنا الآيات للقرى السابقة والأمم المتقدمة ومع ذلك لم يستجيبوا لهذه الآيات فكان هذا سبباً من أسباب هلاكهم ولذا قال أفهم يؤمنون يعني أن الأمم السابقة جاءتهم الآيات العظيمة الباهرة ومع ذلك لم يؤمنوا فكان ذلك سبباً من أسباب هلاكهم فهؤلاء سيسيرون على طريقة من قبلهم في عدم الإيمان بهذا النبي بعد ورود الآيات عليه فيكون هذا من أسباب نزول العقوبات عليهم ثم قال جل وعلا رداً على مقالتهم حينما قالوا هل هذا إلا بشر مثلكم قال انظروا إلى الأنبياء السابقين ستجدونهم بشراً من جنس أقوامهم يأتيهم الرجل يعرفون نسبه ويعرفون الصدقة ويعرفون أنه منهم ويريد الخير لهم فهو مشفق عليهم فكان ينبغي أن تكون هذه الصفة من أسباب قناعتهم به ومن أسباب تصديقهم له لا من أسباب تكذيبهم وإعراضهم عنه ولذا قال تعالى وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُحِي إِلَيْهِمْ أي أن الأنبياء السابقين الذين وردوا على الأمم السابقة فدعوهم إلى التوحيد وأمروهم بالطاعة كانوا رجالاً من جنس أقوامهم ولم يكونوا من الملائكة ولذا فلا حق لكم في طلبكم ملكاً من الملائكة يأتي إليكم يدعوكم إلى إفراد العبادة لله عز وجل والاستعداد للحساب العظيم في يوم المعادة فقال تعالى راداً عليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أي ليكن من شأنكم أن تسألوا أهل الكتب المنزلة عن أنبياء الله السابقين هل هم بشر أم هم من الملائكة هل هم بشر أم هم من الملائكة وذلك أن المشركين كان بينهم وبين أهل الكتاب الصلة بل كان أهل الكتاب قد تمالأوا معهم ضد دعوة الإسلام وحينئذ من شأن هؤلاء المشركين أن يصدقوا أهل الكتاب في تعريفهم بصفات الأنبياء السابقين التي تماثل صفة نبي هذه الأمة محمد صلى الله عليه وسلم وهنا في قوله فاسألوا أهل الذكر عموم بحيث يشمل أهل معرفة الكتب السابقة ويشمل أيضا من يفقهون في كتاب الله عز وجل ويعرفون سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ثم قال ذاكرا صفة هؤلاء الأنبياء وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين أي أن الأنبياء السابقين لم يكونوا متميزين عن أقوامهم في صفات أبدانهم بل لهم من أعضاء البدن ما يماثلون به أقوامهم ولذا لم يكونوا مخالفين لأقوامهم في الصفات وكانوا يأكلون الطعام كما يأكله أقوامهم وما كانوا خالدين أي لم يبقوا أبد الآباد في الحياة بل ورد عليهم الموت كما يردوا على غيرهم لكن بماذا تميزوا؟ تميزوا بإنزال الوحي الذي هو الذكر كما في قوله ما يأتيهم من ذكر من ربهم ثم تميزوا بأنهم يتصلون بالله جل وعلا يعرضون عليه حوائجهم ويسألونه نصر الله لهم ومن هنا كان من شأنهم أن يستجيب الله دعواتهم وأن ينصرهم على أعدائهم ولذا قال ثم التي تفيد التعقيب فإن انتصار الأنبياء على أقوامهم لا يأتي مباشرة وإنما يأتي بعد قيام الأنبياء بدعوة أقوامهم إلى التوحيد والإيمان ثم بعد ذلك يأتيهم تنفيذ وعد الله فإن الله قد وعد أنبياءه بالنصر والتمكين كما قال سبحانه ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون ثم صدقناهم الوعد أي أن الله جل وعلا أعطاهم ما أملهم فيه ووعدهم به من النصر على الأعداء والتمكين فأنجيناهم أي جعلناهم يسلمون من العذاب العظيم الذي ورد لأقوامهم ويسلمون من الهلاك الذي ورد لأقوامهم فأنجيناهم أي أنجينا الأنبياء ومن نشاء أي من أردنا هدايته فمن أراد الله هدايته فتبع أنبياءه فإنه سيكون له النجاة وفي مقابل هؤلاء من أسرف في المعاصي وأكثر من الشرك فإن الله جل وعلا أهلكهم ولذا قال وأهلكنا المسرفين والناظر في سنن الله في الكون وكيف يقدر الأمور العظيمة التي تحدث بها الوفيات الكثيرة بأسباب قليلة صغيرة يعلم قدرة الله جل وعلا ثم قال سبحانه لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون هذا الكتاب هو القرآن الكريم ذلكم الكتاب الذي فيه سعادة الدنيا والآخرة وقد بيّن الله جل وعلا أنه أنزله والإنزال يقتضي أنه كان في علو ثم وصل إلى الأرض مما يدل على علو الله جل وعلا وهذا الكتاب قد أنزل إلى هذه الأمة فهذا فضيلة لهذه الأمة لقد أنزلنا إليكم وفيه تأكيد الطلب لهذه الأمة والمراد بالأمة أمة الدعوة ولا أمة الإجابة فقط فإن كل من أتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ملزم باتباعه كما قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا ثم قال كتابا فيه ذكركم نكر الكتاب لتعظيم مكانته وللتأكيد عليه وقوله فيه ذكركم أي أن في التمسك به رفعة وعلو منزلة وذكرا باقيا خالدا لمن عمل به وانظر للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة الأجل كيف رفع الله ذكرهم بهذا الكتاب فعلت من أزلهم عند الخلق ومن معاني فيه ذكركم أي أن هذا الكتاب يشتمل على المواعظ والتوجيهات التي تجعلكم تذكرون الله سبحانه وتعالى ففيه ذكركم لربكم جل وعلا وفي هذا الكتاب من الأدلة والبراهين ما يدله الإنسان على طريق الحق فمن تلك البراهين والأدلة المواعظ التي تتحرك لها القلوب ومن تلك البراهين ما اجتمل عليه هذا القرآن من الأدلة العقلية الدامغة التي لا يسمع بها عاقل إلا واستجاب لها وفي هذا الكتاب أيضا من الأحكام التي تصلح بها أحوال البشر وتكون سببا لاستقامتهم ثم قال تعالى أفلا تعقلون أي هل لا كنتم من العقل الذين يدركون عواقب الأمور فيستعدون للآخرة ويتجهزون لحسابهم فإن الحساب قادم لا محالة وهذا يدلك على براعة استهلال هذه السورة فإن العبد متى ذكر له المحاسبة كان ذلك من أسباب تيقظه واهتمامه وتقديمه لأحسن النتائج ثم ذكرهم جل وعلا بالقرى والحضارات البائدة التي هلكت بعد إعراضها عن دعوات أنبياء الله فقال سبحانه وكم قصمنا من قرية أي كما أهلكنا هلاكا شديدا نستأصل به الأمة المعذبة فلا يبقى منها شيء وكم قصمنا وانظر لما تشتمل عليه هذه اللفظة من أحرف قوية تشعرك بالمعنى الذي اجتملت عليه هذه الكلمة وكم قصمنا وقوله هنا كم من أجل التذكير بكثرة الأعداد فكم من أمتنا أهلكها الله وقصمها وأنزل بها العقوبة بعد أن أعرضوا عن دعوة الله ولم يستجيبوا لأنبياء الله عليهم السلامة لماذا قصمهم الله قال كانت ظالمة أي لم تؤدي الحق الواجب عليها ومن أعظم الحقوق حق الله جل وعلا بإفراده بالعبادة وكيف لا نفرده بالعبادة وهو الذي خلقنا ويمنحنا في الدنيا من النعم الشيء الكثير وكيف لا ونحن سنقف بين يديه وفنحاسب على أعمالنا فيؤتب الظالم فيحاسب على أعمالها كلها ثم قال جل وعلا وأنشانا بعدها قوما آخرين أي لما أهلكنا الأمم السابقة أنشانا أمما أخرى وقوما آخرين لعلهم يستجيبون إلى أنبياء الله فكأنه قال كما أهلكنا الأمم السابقة بسبب إعراضهم عن أنبياء الله فليكن منكم خشية ومخافة أن تنزل بكم العقوبة كما نزلت بأولئك فيستبدلوا بكم قوما آخرين قال فلما حسوا بأسنا أي لما شعروا بالبأس والعذاب والعقاب الشديد الذي أنزله الله بهم فقيل بأن لهذا من الإحساس قال إذا هم منها يركضون أي أنهم بسبب هذا العقاب الشديد الذي نزل بهم تجدهم يضربون بأقدامهم الأرض ضربا شديدا يدورون على أمكنتهم من التأسف والتحسر على ما هم فيه فرد عليهم لا تركضوا لا يكون شأنكم هذا الركض فإنه لا يفيدكم شيئا ولن تدفعوا عذاب الله به وإن كنتم صادقين فليكن من شأنكم أن تبقوا نعم الله التي أنعم بها عليكم وارجعوا إلى ما أترفتم فيه أي إن كنتم صادقين في تكذيبكم بدعوات أنبياء الله فعند نزول عقاب الله ليكن من شأنكم المحافظة على أنواع الترفي والنعيم التي تعيشون فيها وحافظوا على مساكنكم فابقوا فيها ساكنين لعلكم تسألون عن هذا النعيم الذي أنتم فيه فرد هؤلاء الأقوام بمقالة يردون بها فرد على هؤلاء الأقوام بمقالة يبين لهم خسارتهم فقال جل وعلا قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين أي ما أشد العقوبة هن نازل أهبنا وما أعظم ما سيريد علينا من أنواع العذاب بسبب أن كنا ظالمين أي ظلمنا أنفسنا بعدم الاستجابة لدعوة الحق والانخراط في عبودية الله جل وعلا وحينئذ استمروا في هذه المقالة فما زالت تلك دعواهم أن يدعون على أنفسهم بالويل والثبور بسبب ما فعلوه من الظلم لأنفسهم في حياتهم واستمروا على ذلك حتى جعلهم الله حصيداً خامدين الحصيد بقية الزرع والخامد والخامد النار التي انقضت وانخمدت ولم يبق منها شيء حتى جعلناهم بعد إنزال العقوبة بهم بمثابة الحصيد أي النبات الذي قد حصد ولم يبق إلا آثاره وبمثابة بقية النار بعد انطفائها قال جل وعلا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين أي خلقنا لهذه السماوات العظيمة والأرضين ليس على جهة العبث ولا على جهة اللعب وإنما خلقها لحكمة ألا وهي أن يقوم الخلق بعبودية الله سبحانه وتعالى ولذا قال لهم لو أردنا أن نتخذ لهوا أي لو كان المقصود بخلق السماوات والأرض اللعب واللهو لاتخذناه من لدنا أي بأشياء من قبلنا وليست من المخلوقات إن كنا فاعلين أي لو قدر أننا نفعل ذلك من اللهو والعبث بل نقذف بل الحقيقة التي نريدها أننا نقذف بالحق أي نلقي الحق إلقاءا شديدا على الباطل فيكون ذلك من أسباب زوال هذا الباطل ولذا قال فيدمغه فإذا هو زاهق وهكذا هي سنة الله في الكون يكون للباطل جولة ثم بعد ذلك تكون الصولة والغلبة للحق فهذه سنة جارية في الكون ولذا من وصف الأمر بغير ذلك فإنه ظل هالك ولذا قال ولكم الويل مما تصفون أي لكم الثبور ولكم العاقبة والعقوبة الشديدة بسبب وصفكم لله عز وجل بما لا يليق به ووصفكم لأنبياءه عليهم السلام بما لا يليق فهذه آيات عظيمة فيها فوائد كثيرة فمن الفوائد ترغيب الإنسان في الاستعداد للآخرة بتذكيره بقرب حسابه فإن من مات قامت قيامته وفي هذه الآيات التحذير من الغفلة عن الآخرة والأمر بالاستعداد لها بحيث يكون العبد قد جعل الآخرة بين عينيه لا يعرض عنها وفي هذه الآيات فضل الله جل وعلا على العباد بإنزال الذكر الذي فيه حياتهم وسعادتهم وفي هذه الآيات التذكير بأن هذا الذكر نازل من عند الله جل وعلا المنعم المتفضل الذي لا زالت نعمه تترى على العباد وفي هذه الآيات بيانوا أن هذا القرآن محدث مما يعني أن الله جل وعلا يتكلم كل ما أراد وشاء فإنه سبحانه قد تكلم ويتكلم وسيتكلم وقد دلت آيات كثيرة على اتصاف الله جل وعلا بذلك وقوله إلا استمعوه وهم يلعبون فيه وجوب الاستماع لدعوة الحق بإنصات وتأمل وتفكر من أجل أن يكون ذلك من أسباب الهداية والاستقامة وفي هذه الآيات التحذير من اللهو وخصوصا لهو القلوب لما يترتب عليه من صرف الإنسان عن الاستجابة لدعوة الحق وفي هذه الآيات أن طريقة أعداء دين الله وضع المؤامرات السرية التي يخططون بها لصد الناس عن دعوة الحق وذلك من ظلمهم حيث تجاوزوا الحدود الموضوعة لهم وفي هذه الآيات أن الأنبياء عليهم السلام من البشر رجال من بني آدم ولذا أنكروا أن يكون الرسل بشرا وفي هذه الآيات أن القياس لا يبنى على الشبه الظاهر فقط بل يبنى على العلل التي تبنى عليها الأحكام فالعلل أوصاف مناسبة لارتباط الحكم بها وبالتالي تعلل الأحكام بها وأما الصورة الظاهرة والشبه الخارجي فهذا لا ينبغي أن يعول عليه كما قالوا بأن هذا بشر مثلكم وفي هذه الآيات أن من أسباب إعراض الإنسان عن دعوة الحق التكبر فمن تكبر عن دعوة الحق كان ذلك من أسباب ظلاله وفي هذه الآيات بيانوا أن المشركين يضطربون في وصف هذه الرسالة ولا يقفون على حال واحدة بل يكذب بعضهم بعضا في ذلك بل إن الإنسان في زمن يقول بشيء وفي آخر يقول بغيره ولذا قال أفتأتون السحرة وأنتم تبصرون ثم وصفوا دعوة الحق بأنها أضغاث أحلام وبأنه يفتريها وبأنه شاعر وفي هذه الآيات بيانوا أن الله جل وعلا يسمع جميع المقالات سواء كانت سرية أو علنية خفية أو ظاهرة فهو لا يخفى عليه شيء وقدم ربي للتذكير بأنه هو الرزاق المنعم المتفضل فمن تمكن من رزق جميع العباد بلا استثناء فإن ذلك سيكون دليلا على قدرته على العلم بأقوالهم جميعا ثم قال بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه أي أنهم لا زالوا يتذبذبون ويضطربون فيما يتعلق ب افترائهم وكذبهم على دعوة الحق وفي هذه الآيات أن الاستجابة لطلب من يطلب شيئا قد لا يكون في مصلحته وقد يكون يتضرر بذلك ومن ذلك الآيات التي يطلبها المشركون فإنها إذا جاءتهم ثم لم يؤمنوا كان ذلك من أسباب هلاكهم وفي هذه الآيات بيانوا أن الأنبياء السابقين قد أرسلت معهم آيات عظيمة لكن أقوامهم لم يستجيبوا لهم مما يدل على أن ورود الآيات ليس من أسباب استجابة الناس لدعوة الحق بل هو من أسباب نزول العقوبات بهم وفيها ونلاحظ هنا أن من أعظم الآيات الدالة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب القرآن العظيم بما فيه من الدلائل والبراهين ثم قال جل وعلا ما آمنت قبلهم أي أن من أسباب الهلاك للأمم السابقة أنهم قد وردتهم الآيات فلم يستجيبوا لها ولم يؤمنوا بها فكان هذا من أسباب هلاكهم وفي هذا دلالة على أن الهلاك لا يكون إلا بعد قيام الحجة والتعريف بالدليل كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وفي هذه الآيات سؤال العلماء عما يشكل على الناس من أمور دينهم فمن أشكل عليه شيء من من لا يستطيع استخراج الأحكام من الأدلة وجب عليه سؤال العلماء وفي هذه الآيات دلالة على أن من كان لديه القدرة على استخراج الأحكام من الأدلة كتابا وسنة وجب عليه العمل بهما ولم يجد له أن يسأل غيره وفي هذه الآيات أن أنبياء الله رسل يماثلون بقية البشر في كونهم على أبدان بني آدم وفي كونهم يأكلون الطعام وفي كونهم يموتون إلا أنهم يتميزون بأن الوحي قد نزل عليهم ويتميزون بأن وعد الله لهم سيتحقق لا محالة ولذا قال ثم صدقناهم الوعد أي حققنا ما وعدناهم به وأملناهم فيه من نصر على أعدائهم ولو تأخر ذلك ومن نشاء فأنجيناهم يعني الأنبياء ومن نشاء من تبع الأنبياء من أقوامهم ومن نشاء نشاء هدايته وأهلكنا المسرفين أي في وقت نجاة هؤلاء ينزل الله العقوبة بالمسرفين الذين تجاوزوا الحق إلى ما يقابله ثم قال تعالى مذكرا بهذا الكتاب لقد أنزلنا إليكم أي هذا الكتاب نازل على هذه الأمة لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم وهذا يراد به القرآن الكريم فمن فوائد هذه الآيات أن القرآن العظيم فيه ذكر هذه الأمة والذكر يراد به ثلاثة معان كلها مقصودة هنا أولها رفعة الشان وعلو المنزلة عند الخلق وهذا ما حصل لنبي الله ولصحابة رسول الله ولتابعيهم لما كانوا متمسكين بهذا الذكر وقوله كتابا فيه ذكركم من معانيها أيضا أن فيه المواعظ التي تجعلكم تذكرون الله سبحانه وتعالى وهكذا هذا الكتاب فيه ذكر هذه الأمة من جهة تأريخها وتأريخ ما يكون فيها أفلا تعقلون؟ أي بعد هذه الآيات والبراهين ألا يكون عندكم ما يجعلكم ويعرفكم بعواقب الأمور وما ستأولوا إليه ولذا ذكرهم الله بهلاك كثير من الأمم السابقة ففي هذه الآيات أن عددا كثيرا من الأمم أهلكهم الله بسبب ظلمهم لأنفسهم وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا إذا أنزل العقوبة التي تستاصل أمة من الأمم فإنه يعقبهم بآخرين يأتون إلى مساكنهم ويسكنون فيها وفي هذه الآيات أن أقوال المشركين كما اضطربت في وصف الرسالة فإن أقدامهم تضطرب عند نزول العقوبة الشديدة وفي هذه الآيات أن الكافرين لا ينتفعون بما لديهم من منافع الدنيا من ماكل ومشارب وملابس ومساكن وقوله وما أترفتم فيه أي ما حصلتم به الترفة وفي هذه الآيات أن المشركين يوم القيامة يندمون على إعراضهم في الدنيا وعدم استجابتهم لهم وفي هذه الآيات أن أهل النار يتصايحون يوم القيامة بسبب ما ينتظرهم من العقوبة الشديدة يقولون يا ويلنا إنا كنا ظالمين وفي هذه الآيات تصوير حال هؤلاء المشركين في يوم المعاد بأنهم تصغروا أبدانهم ذلاً وحقارةً واستنقاصاً حتى أن من يراهم يحصبهم حصيداً خامداً حصيداً بقية الزرع والخامد من طفأ من النيران ثم بيّن الله جل وعلا لهم دليلاً عظيماً ألا وهو أن الله لم يخلق ما خلق على جهة اللعب ولذا قال وما خلقنا أي لم نخلق السماء والأرض وما بينهما من أنواع المخلوقات لاعبين على جهة العبث والله واللعب تنزه الله جل وعلا عن ذلك ثم قال لو أردنا أي لو شئنا أن نتخذ لهواً كما ذكرتم بحيث تجعلون بعض أشياء الدنيا لهواً عند الله جل وعلا فهذا غير مقبول لأن الله لو أراد أن يتخذ له لاتخذه من عنده ولم احتاج إليكم وإلى أموركم بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه في هذا دلال على أن الحق هو المنتصر وأن الباطل هو المهزوم وذلك من سنة الله جل وعلا في الكون بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه أن يزيل الحق الباطل بالكل فإذا هو زاهق لم يبق منه شيء ولكم الويل أي الثبور والعقوبة الشديدة مما تصفون أي مما وصفتم الله جل وعلا به ووصفتم به أنبياءه عليهم السلام بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلكم ممن أطاع الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة فغفر له ذنبه وارتفع الدرجته وعلت منزلته وكان من الصالحين الذين يتبعون أنبياء الله عليهم السلام هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة